السلام عليكم أصدقائي تحياتي إلى الجميع رح نتناول مواضيع هامة ومنوعة بهذا الفيديو لذلك أرجو أن تبقون للأخير حتى تستفيدون من محتوى الفيديو وضع خطير ومفضرب جدا بألمانيا والآن للمرة الأولى منذ انتهاء حكم أنجيلا ميكل لدينا أول دعوة لإجراء انتخابات مبكرة الانتخابات المبكرة هي شيء لا ينفع المهاجرين أبدا لأن لو حصلت فبالتأكيد رح تصعد أحزاب متشددة مع اللاجئين ومع المهاجرين وتوقف كل القوانين اللي كانت ضمن برنامج حكومة شولتس مثل تسهيل التجنيس والإقامة الفرصة أو يعني قانون الهجرة الجديد وكثير من الأمور الأخرى قبل أن ننخوض بالتفاصيل اشترك بالقناة إذا بعدك جديد وفعل جرس التنبيهات حتى توصلكم كل إشعارات القناة وكل فيديو أول بأول هذا اليوم طالب ماركوس زودر اللي هو رئيس وزراء ولاية بافاريا بأن يتم إجراء انتخابات مبكرة في ألمانيا وقال زودر اللي هو زعيم حزب CSU في ألمانيا أمام صحفيين ببرلين أن الائتلاف الحكومي بقيادة أولاف شولتس في حالة طوارئ واقترح إجراء انتخابات جديدة في التاسع من يونيو حزيران القادم هذا يعني بالتوازي مع الانتخابات الأوروبية رح تحصل انتخابات برلمان الأوروبي أيضا وقال ماركوس زودر يجب أن تطرح حكومة ائتلاف ثقتها ليس في البرلمان ولكن أمام الشعب الألماني وأضاف يجب أن يتم توضيح الأمر بالنهاية والمقصود هو أن الحكومة إذا عملت توافق بالبرلمان يعني شولتس عمل توافق بالبرلمان بين حزبه وبين حزب الـ FDP وبين حزب الخضر فهذا لا يعني أن الشعب يكون راضي عليها في الاستطلاعات الآن 33% من سكان ألمانيا يعتقدون أن حكومة شولتس تسير بالاتجاه الصحيح فما هي فائدة التوافقات بالبرلمان إذا كان الشعب غير راضي على أداء الحكومة هذا ما يتكلم عنه ماركوس زودر وهو دافع عن مطالبة بإجراء الانتخابات المبكرة وقال أن الائتلاف الحكومي الحالي خضر FDP و SPD لم يعودون قادرين على حل مشاكل البلاد بل زيادة المشاكل وقال لا يمكن لشولتس حل المشاكل هم فقدوا الغالبية العظمى من تأييد السكان وهم لا يحظون بثقة الناس بألمانيا وذهب بعيدا ماركوس زودر إلى حد يعني وضع مسافة بينه وبين رئيس حزب FDP كريسيان لنا وزير المالية وقال أن حزب FDP غير قادر على أن يكون شريك مستقر بأي حكومة بألمانيا سواء بالحكومة الحالية أو بالحكومة القادمة يعني أي تحالف قادم ما رح يكون بي حزب FDP وحذر ماركوس زودر من إلغاء قاعدة الدين العام القاعدة اللي عملت ضجة كبيرة بألمانيا لما المحكمة الدستورية العليا أوقفت الستين مليار يورو هذا الأمر اتكلمنا عنه في فيديوهات عديدة ووضح شيء مهم لمستقبل ألمانيا القادم كونه يعني ماركوس زودر هو جزء من تحالف هذا التحالف هو يعني يحصل على أعلى شعبية الآن بالمشهد السياسي قال أن أي تحالف قادم بين قوسيان بعد الانتخابات المبكرة ما رح يكون حزب الخضر جزء منه وقال انتهت الجاذبية والعلاقة الجميلة بيننا وبين جماعة حزب الخضر كانت يعني علاقة جيدة ولكن بأوقات جيدة ليس بأوقات صعبة اللي هي الأوقات الحالية والأوقات القادمة يعني أصدقائي بمختصر الكلام الآن الحكومة الألمانية وحزب الخضر وضعهم صعب جدا أدخلوا البلاد بصعوبات وتعقيدات ومشاكل اقتصادية شعبيتهم هاطة والآن زودر وأطراف أخرى مثل حزب الافدي حزب البديل اليميني وجماعة سهرة فاقين كنشت اللي قالت يوم أمس كلام ملفت جدا للنظر عن صلط الضوء علي بهذا الفيديو هي تريد أن تعمل لنفسها ثقل بالمشهد السياسي الألماني هذه الجهات كلها تستعد لجني الأرباح بالنهاية لو تحقق مطلب الانتخابات المبكرة فكل مشروع من حكومة شولتس سيتوقف أولهم مشروع قانون البناء والطاقة تجديد المباني بحلوة 2030 وربما سيرجعون حتى الطاقة النووية اللي أوقفها شولتس وشيء مؤكد فإن قانون الجنسية الألمانية وتسهيله رح يتم إلغاء وربما يعني عمل قانون جديد لتصعيب الجنسية هذا هو الواقع وهذه هي توقعات المشهد السياسي بالفترة القادمة في حال تم عمل انتخابات مبكرة فأكيد حيفوزون جماعة زودر وميرتس اللي هم تحالف حزب ميركل سابقا ولكنهم بعد رحيل ميركل تغيروا وصاروا أكثر تشدد وأيضا حيفوز حزب البديل اليميني الشعبوي كثاني أقوى قوة بالبلاد الموضوع التالي أصدقائي المرأة المفاجأة بألمانيا هي ساهرة فاقين كنشت هي سياسية كانت حزب اليسار الآن تسعى لتأسيس حزب جديد رح تعلن عن اسمها بداية العام القادم وهي عندها توجهات اللي هي لازم يكون حيادين قوي علاقتنا بروسيا لأن مصلحتنا دق تضي ذلك نغلق الحروب الموجودة مثل حرب أوكراني لازم تنتهي وغيرها على ما يبدو ساهرة فاقين كنشت عندها جمهور كبير بألمانيا وهي تتكلم بأمور لم نسمع أي سياسي بألمانيا يتطرق لها يوم أمس هي جمعة 13 ألف مؤيد لها ببرلين ببرندنبورغ وقالت كلمات غير مسبوقة بألمانيا طبعا حسب الشرطة والإعلام الألماني 13 ألف شخص بينما حسب منظمي التجمع اللي هو يدعم ساهرة فاقين كنشت فالعدد فوق العشرين ألف بالبداية جمهورها كانوا حاملين لافتات تدعو لإنهاء حرب أوكرانية والحرب بقطاع غزة ويدعوه للسلام هذا شيء جميل وشيء غير مسبوق وقالت فاقين كنشت أن ألمانيا تدعم حق الإسرائيليين بالدفاع عن نفسهم ولكنها ما تدعمهم بإبادة الفلسطينيين بغزة تحدثت بشكل حاد عن سياسة الاعتلاف الحكومي الألماني حالف الأنبل كوالتسيون بقيادة شولز وهاجمة وزير الدفاع اللي هو بوريس بستوريوس من حزب الـ FDP كونه قال أن ألمانيا لازم تكون جاهزة للحرب وقالت أن هذا الشيء هو جنون وهو أمر مؤسف أن يدعم مستشار من حزب الـ FDP من حزب الاشتراكي عفوا مثل هذا النهج يعني أصدقائي هي توبغ حزب الـ SPD وتصفى بأن حزب حروب ومروج للحروب هذه اتهامات كبيرة بينما يجب أن يكون حزب للسلام يعني فيه إشارة إلى ويلي براند اللي كان يعني زعيم كبير من زعماء حزب الـ SPD سابقا وهو كان يروج للسلام وهاجمت أيضا سياسة الحكومة الإسرائيلية بغزة وقالت إحنا الألمان نتحمل مسؤولية خاصة لحماية الحياة اليهودية ولدينا مسؤولية الدفاع عن حق إسرائيل بالوجود دون قيد أو شرط ولكن هذه المسؤولية ما تلزمنا بترويج أو دعم حرب وحشية للحكومة الإسرائيلية على أساس إنها دفاع عن النفس وقالت التصعيد بالحرب ما يحمي الحياة اليهودية يعني ما يحمي اليهود بل على العكس يعرضهم للخطر وقالت أيضا من السخف الاعتقاد بأن القنابل ستفعث المتطرفين الإسلاميين بل هي ستقويهم وتزيد عددهم وقالت انظروا إلى الحروب بأفغانستان والعراق كمثال على ذلك ماذا فعلت هذه الحروب هل تعلمنا شيء من الحروب اللي خضناها بالسنوات الماضية هذا السؤال وجهته إلى الجميع بالدرجة الأولى إلى النخبة السياسية الحاكمة بألمانيا الآن أصدقائي نتحول للموضوع التالي بعام 2018 حصلت جريمة بألبانيا ارتكبها لاجئ من دولة سوريا وهي عملية طعن بالسكين لأمرأة ألمانية بوقتها بل 2018 الحادثة عملت رجة كبيرة وبذلك الوقت ما كانت ألمانيا بيها مشاكل كثيرة لا اختلافات سياسية لا أزمة طاقة ولا تضخم ولا وباء والشيء الوحيد اللي كان يتم التركيز عليه هو اللاجئين والمهاجرين وميركل وكيف تتعامل ميركل وحكومتها مع أزمة اللجوة كل وسائل الإعلام بوقتها نقلت تفاصيل الجريمة حتى طورت الأمور وحصلت احتاف خطيرة بمدينة كيمينتس بهذه المدينة شرق ألمانية جمع عدد كبير من الشباب الألمان المتشددين اليمينيين اللي وصفوا أو بعضهم وصفوا بأنهم من النازيين الجدد بكيمينتس حملوا معهم أسلحة بيضاء يعني عصي عتلات حديدية وكانوا يبحثون بالشوارع عن أشخاص ملامحهم أجنبية حتى يهاجموهم يعني اللي أسمر البشرة واللي شعره أسود واللي محجبة واللي شكله آسيوي يتم استهدافه من قبلهم بنفس الوقت لما ذول خرجوا يبحثون عن مهاجرين بالشوارع أو أشخاص من أصول مهاجرة تجمع عدد كبير من الألمان المعارضين لما يفعل هؤلاء المتطرفين صارت اشتباكات بين الطرفين ضربة وجرحة بسبب الاشتباكات عدد كبير من الأشخاص من ضمن اللي انجرحوا هي عائلة ألمانية أب وأم وأطفالهم كانوا يظهرون ضد المتطرفين الألمان وضد معادات الأجانب الآن بعد مرور سنين على هذه الحادثة وسأل الإعلام تقول أن عدد كبيرا المتطرفين اللي هم النازين الجدد كانوا بوقتها عاطلين على العمل يأخذون مساعدة الجوب سنتر وحوالي 28 شخص الآن تم تقديمهم للقضاء بتهمة يعني التعدي على الآخرين التحريض على الكراهية والإيذاء الجسد يعني أصدقائي العدالة تحققت ولو بعد مرور خمسة سنوات الآن نتحول للموضوع الأخير ألمانيا الآن تشهد ارتفاع كبير جدا بعدد حالات الإفلاس تحديدا إفلاس يعني بقطاعي البيع بالتجزئة الأنسل هندل يعني المحلات التجارية بكل أنواعها وقطاع المشافي والعيادات يتوقع الخبراء أن تستمر هذه الزيادة بحالات الإفلاس حتى بالأشهر القادمة بحسب دراسة أجراها معهد أليانز تريد فبلغ عدد حالات الإفلاس الكبيرة المقصود بحالات الإفلاس الكبيرة يعني الكبرى مثل متاجر كبرى بها السلسلة مئات الفروع بألمانيا مثل غاليريا كوفوف اللي يعني أفلس وأغلق كثير فروع وغيرهم خمسة وأربعين سلسلة لمتاجر كبيرة أفلست بسنة 2023 أو بالأشهر التسعة الأولى من 2023 هذا يمثل ارتفاع 70% زيادة بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي 2021 كانت حالات الإفلاس في قطاع البيع بالتجزئة هي الأكبر طبعا يعني حالات كثيرة تقريبا 12 سلسلة لمتاجر كبرى أغلقت تلاها إفلاس كبير بقطاع المشافي والعيادات احنا نعرف أنه المشافي بألمانيا أغلبها تابعة لي سلسلة من المشافي لشركات 12 سلسلة من المشافي تم يعني إعلان إفلاسها وهي يعني إذا ما تفلس الآن يعني هي بطور عملية الإفلاس للأسف راح تغلق أعداد كبيرا للمشافي بمدن وقرى عديدة بألمانيا أشار الخبراء إلى أن ارتفاع حالات الإفلاس بألمانيا يرجع لعدة عوامل منها ارتفاع أسعار المواد الخام الطاقة ارتفاع أسعارها انخفاض القدرة الشرائية المستهلكين وزيادة الأنفاق مثلا على أمور مثل رواتب الموظفين هذا العام 2023 رقم القياسي الكبير اللي حصل به يعني تجاوز حتى الرقم القياسي السابق اللي تم تحقيقه بعام 2020 عام الكورونا لما الناس ظلت جالسة بالبيوت والمحلات والشركات أفلست يتوقع الخبراء أن تستمر هذه العوامل بالتأثير على الاقتصاد الألماني بالأشهر المقبلة مما قد يؤدي إلى ارتفاع إضافي بعدد الأشخاص العاطلين عن العمل حتى تقول بيانات هذا العام كانوا نالك عدد أقل من هدايا الفايناخت اللي تم شراءها أونلاين ومن المتاجر وحتى تم نقل باكيتات أقل بشركات نقل الطرود مثل ديهاقل ويو بي اس وأمازون وشركة هرمز بهذا الموضوع وصلنا للنهاية شاء الله تكونوا استفادية وتحياتي لكم مع السلامة